بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أعزائي متابعي بناتنا الإرشادية نرحب بكم في هذه الحلقة التي سنستعرض فيها وإياكم ملاحظاتنا ومرئياتنا حول استخدام المصائد الفرمونية بصورة مكثفة فيما يعرف بالاستياد الكثيف التي تبلورت لدينا خلال فترة زمنية تزيد عن الثلاثين عاما قضيناها في المتابعة الميدانية والمراقبة المستفيدة في الحقل لهذه الآفة بصورة عامة وللمصائد الفرمونية بصورة خاصة والتي تصل في بعض الأحيان من ساعات الفجر الأولى إلى ما بعد الغروب نرقب فيها السوس الذي يدخل المصيدة والذي يتوجه للنخيل محدثا ما يعرف بخطأ الاصطياد الميسترابين الذي يوجب علينا مراجعة العمل بهذه التقنية من أجل تحسين الأداء وإثارة روح البحث لدى المهتمين والتصدي لمواضيع بحثية خلافا للون المصيدة وارتفاعها عن سطح الأرض واختلاف المواد المضافة لرفع كفاءة الجذب ومن هذه الأمور والملاحظات ما يلي الفرمون والهرمون والكرمون ومنظمات النمو كما ذكرنا في الجزء الأول أو في الحلقة السابقة كلها مركبات كيمو حيوية متشابهة كثيرا يجب التعامل معها بنفس القدر من الحذر والحيطة كما أن الفرمون الذي يحكم الاتصال بين أفراد سوسة النخيل الحمراء من النوع التجميعي أي أنه يجلب الذكور والإناث على حد سواء وهذا فيه مغامرة وخطورة بجلب أنثى مخصبة محملة بالبيض إلى منطقة وعدم اقتناصها هذا يعني يشكل خطورة بأن هذه الأنثى قد تدخل إلى المزارع وتحدث إصابة والمزارع أصلا هي خالية من هذه الإصابة فنلاحظ أن التجارب الناجحة لاستخدام المصائد الفرمونية هي التي تعمل بالفرمونات الجنسية التي تطلقها الإناث لجذب الذكور ففي هذه الحالة إذا حدث خطأ وجولب ذكر إلى موقع ما ولم تقتنصه المصيد لا يشكل خطورة مثل الأنثى المخصبة المحملة بالبيض الفرمون يطلق من مصدره الطبيعي بمقادير وتراكيب معينة وثابتة حيث يؤدي رسالته بوضوح إذا اختلف عنها يحدث تشتت للحشرة وأرباك يعني مهما نقلد هذا المركب الحيوي الطبيعي لابد أن هناك فروقات نتيجة التدخل الصناعي عمل الفرمون وانتشار محكوم بعوامل الطقس كالرياح سرعتها واتجاهها ودرجة الحرارة والرطوبة النسبية كذلك والعوامل البيئية الأخرى وعلى رأسها الكثافة النباتية يعني حركة الفرمون وانتشاره تختلف من منطقة لأخرى تختلف من موسم لآخر في العام يعني عندما نكون في موسم درجة الحرارة مرتفعة وهبوب الرياح سرعة الرياح عالية جدا وكذلك اتجاه الرياح بالنسبة للمصيدة يؤثر تأثيرا كبيرا وجذريا في انتشار الفرمون وتأثيره على العشيرة الحشرية الموجودة هذه المسائل يجب أن تراعى أيضا المصيدة الفرمونية ليست العامل الأقوى هذا شيء يجب أن نسلم به ليست العامل الأقوى ولا الوحيد في جذب السوس في البيئة الزراعية يعني ذكرنا في الحلقة السابقة النخيل المكرب النخيل الذي قطعت منه الرواكيب حديثا كذلك النخيل في حالة الإثمار نخلة مصابة موجودة في المزرعة بالسوس نخيل مصاب بالحفارات الأخرى نخيل مجذب مقطوع الرأس أيضا كلها تعمل على الجذب ولا تقل قدرة إن لم تكن أكثر قدرة في جذب السوس إليها من المصائد كذلك الإدارة المزرعية وإدارة برامج المكافحة بالنسبة لسوسة النخيل الحمراء عندما يوجد خلل في البرنامج فإن نشر المصائد الفرمونية بصورة كثيفة يعد مخاطرة كبيرة يعني إن كان يوجد نخيل مهمل في المنطقة أو نخيل منزرع على مسافات ضيقة أو مخلفات نباتية خاصة النخيل المصاب ملقى في البيئة الزراعية وحول المزارع كذلك الإدارة المزرعية بصورة عامة إذا لم تكن بصورة جيدة وفي حالة ممتازة المزارع وضع المصائد الفرمونية بالقرب من هذه المزارع يعد مخاطرة كبيرة لأن عوامل الجذب في المزرعة ستكون أقوى وأكثر فاعلية من المصائد الفرمونية من المسلمات أيضا أن كل عملية مكافحة يوجد فيها نسبة خطأ مهما تكون دقة التنفيذ لابد من وجود خطأ والخطأ في الاصطياد لأنثى مخصبة يعني كارثة يعني الخطأ في اصطياد أنثى السوس ليس مثل الخطأ في اقتناص حشرة المن على نبات الفلفل مثلا الخطأ في اصطياد السوس يعني تدمير النخيل هذه النخلة التي استغرق نموها لسنين طويلة ثم تأتي السوسة وتتلفها أيضا قدرة السوسة على التكاثر وخصوبتها العالية يرفع من خطورة الخطأ في الاصطياد كذلك الفرمونات المخلقة صناعيا وبهذه التراكيز تجلب الحشرات من مسافات بعيدة جدا وهذا تم التصدي له في كثير من الأبحاث والمقالات العلمية المتخصصة يعني تجلب من مسافات بعيدة لمناطق خالية منه أصلا فيقال أحيانا نسمع من بعض المزارعين عندما يعترض على وضع المصيدة أنه لو لا هذه المصيدة لدخل السوس إلى المزرعة من الأساس لماذا نجلب السوس إلى مزرعة أصلا لا توجد فيها إصابة لماذا نجلب السوس إلى المحيط القريب من المزرعة أو حدود المزرعة فهذه المسألة تحتاج يعني إعادة نظر ارتفاع تركيز الفرمون في فضاء البيئة الزراعية ينتج عنه كما ذكرنا عشيرة حشرية مشتتة مضطربة هائجة دائما في حالة نشاط وهيجان وشراسة إذا يصح التعبير مغايرة هذه السلوك لسلوك العشيرة الأم فقد تخرج عن السيطرة في حالة مشابهة لزيادة أو نقص الهرمون في الكائنات الحية لا تستقر حالة المريض إلا بعودة نسبة الهرمون لوضعه الطبيعي هذا ينطبق تماما الانطباق على الفرمونات وعلى الكرمونات وعلى منظمات النمو وغيره من المركبات الحيوية المتشابهة وهذا أكده كثير من العلماء المختصين في تواصل الحشرات أو الاتصال في الحشرات إنسكت كميونكيشن هذا تخصص دقيق وطرحت فيها أبحاث ودراسات وأطروحات علمية كثيرة جدا جذيرة بالقراءة والمتابعة نشر المصائد بكثافة عالية تصرف يعني نحن نراه بالصورة اللي نشوفها يحتاج إلى إعادة مراجعة وفيه هدر للطاقات البشرية والمادية لا تختلف عن الإفراط في استخدام المبيدات والكيمويات الزراعية لذا لابد من إعادة الدراسة إعداد دراسات مستفيضة وأبحاث قبل الشروع في نشر هذه المصائد فهناك قطاعات زراعية كانت أساسا خالية من الإصابة أو تحت السيطرة حتى نشر هذه المصائد بصورة كثيفة وأمثلة كثيرة سوف نتعرض لها إن شاء الله في الحلقة التالية مشاهد حقلية وتصوير أيضا فيديو إلى حالات كشفنا عليها في المنطقة ويوجد نفس المشاهد والحالات في المناطق الزراعية الأخرى كما أنه من ضمن الملاحظات أن الأرقام المتحصل عليها من المصائد الفرمونية ليست مؤشرا صحيحا لمستوى الإصابة في منطقة ما فقد تجد مصيدة فرمونية مليئة بالسوس والمزارع سليمة المجاورة لها إذن السوس يأتي من مناطق أخرى أو العكس تجد الإصابة شديدة بينما المصيدة الفرمونية خالية من الحشرات أو من السوس وهذا يرجع إلى اتجاه الريح يعني قد تحمل الفرمون إلى جهة مغايرة للمزرعة المجاورة أو المصابة المصيدة تستدعي السوس إلى البيئة المناسبة التي توفر المخبأ الآمن والغذاء الكافي وهذا ذكرناه في الحلقة الأولى بأنه أي سوس يتحرك من النخيل المصاب أو المزارع المصابة قد يتعرض إلى الضياع أو النفوق نتيجة الأعداء الطبيعية أو يسقط في أماكن غير مناسبة للمعيشة فيموت بينما لما نضع المصائد في البيئة الزراعية كأنما نستدعي السوس إلى البيئة المناسبة للمعيشة نحن نرى ومن خلال أيضا ملاحظاتنا الحقلية أنه إذا تم تطبيق كل الاحتياطات اللازمة من حجر زراعي وإرشاد زراعي وإدارة مزرعية جيدة وفحص مبكر وإزالة لن نحتاج إلى هذا الاستياد الكثيف سوف نحتاج هذه المصائد فقط للاستكشاف والتنبؤ من وجود السوسة في المناطق المشكوك فيها أو حديثة الإصابة عندما يكون السوس في بيئة ما بأعداد متدنية لابد من وجود المصائد الفرمونية التي تعمل بالفرمون التجمعي من أجل معرفة أو كثافة الحشرات في موقع ما ثم نرفع هذه المصائد ونطبق عليها البرامج المتكاملة أيضا بعض الأمور في صورة أسئلة واستفسارات تطرح نفسها هل تدخل السوسة الأنثى للمصيدة قبل أم بعد وضع البيض هذه أسئلة تحتاج إجابات هل تمنع المصائد حدوث الإصابة في المزارع القريبة منها وهل من الممكن أن تبدي حشرة السوسة مقاومة أو مناعة تجاه هذه الفرمونات المخلقة معمليا وتقل استجابتها مع مرور الزمن ونصل في نهاية المطاف إلى عشيرة لا تتأثر بهذا الفرمون أو لها سلوك مختلف عن العشيرة الأم هذه أمور يجب أن يتم التصدي لها بالدراسة والاختبار كما أنه هل تم رسم خرائط لنشر المصائد وكثافتها أو وضع هذه الخرائط خاضع لدراسات أم بصورة عشوائية هذه الأمور يجب أن تدرس ويراعى فيها الكثافة النباتية في البيئة الزراعية وكذلك يراعى فيها الموسم من العام من حيث عوامل الطقس من هبوب الرياح وارتفاع درجات الحرارة والأمطار والرطوبة النسبية إلى آخره أيضا استفسار يطرح نفسه هل يوجد سقف زمني لهذه المصائد أم نستمر في نشرها إلى ما لا نهاية سؤال أيضا أساسي وبصورة عفوية ماذا يحدث لو طبقنا تقنية الاستياد الكثيف على الحفارات وبقية الآفات الناخرات في جذوع النخل مثل حفار النخيل ذي القرون الطويلة أو حفار جعل النخيل أو ما يعرف بحفار العذوق الأوركتس لو نشرنا المصائد الفرمونية لهاتين الحشرتين بصورة كثيفة وهناك وصل إلى مسامعنا بأن هذا الفرمون قد يستورد من دول خلقت هذا الفرمون بصورة تجارية نحن نحذر من نشر يعني لو حدث فعلا ونشرت مصائد فرمونية للحفار حفار الساق وحفار العذوق أو الأوركتس فيعني سوف تكون كارثة بيئية لا نستطيع تصور نتائجها فمما ذكر سابقا يعني للتأكيد من هذا الكلام أو لاختبار هذه الفرضيات أو الملاحظات ماذا يعني لو رفعنا من قطاعا زراعيا مفصولا رفعنا هذه المصائد الفرمونية وأوقفنا الاصطياد الكثيف فيها وطبقنا على هذا القطاع برامج مكافحة متكاملة ومحكمة يشمل الحجر الزراعي والإرشاد والخدمات الزراعية والإدارة المزرعية الجيدة والفحص المبكر والإزالة وحل معضلة النخيل المهمل يعني سوف تصبح سوسة النخيل كغيرها من الحفارات إن شاء الله تحت السيطرة ويعني لا حاجة إلى الاصطياد الكثيف ونشر المصائد بهذه الصورة يعني هذه أهم الملاحظات واستئصال يعني سوسة النخيل من بيئة زراعية دخلتها أو أحدثت فيها إصابة ليس أمرا مستحيلا يعني إذا اتبعنا الأمور اللي ذكرناها ففي تجارب عالمية تم استئصال السوسة بعد ما دخلت وعندنا أيضا تجارب محلية نجحت أيضا في بلادنا وتم استئصال سوسة النخيل من هذه البيئات فنذكر مثال يعني مثالين يعني مجرد مثالين ليس للحاصر عندنا تجربة في ولاية كاليفورنيا في عام 2010 داهمت سوسة النخيل الحمراء هذه الولاية وتم استئصال سوسة النخيل الحمراء من هذا المكان ونشر في ذلك بحث سوف نستعرضه إن شاء الله لكم في جزء الباوربوينت وتم يعني استئصالها بنجاح من منطقة في كاليفورنيا تسمى لغونبيتش على نخيل الكناريز والواشنطونيا وغيرها من النخيليات يعني إحنا لا نفي إنهم استخدموا المصائد الفرمونية لكن لم يتم التركيز عليها بالصورة اللي إحنا نشتغل فيها يعني استخدموا في بادئ الأمر الفحص المبكر ثم استخدموا الإزالة واستخدموا المكافحة الكيميائية أيضا بمحاذير وتم التركيز على الإزالة الإزالة بصورة صحيحة الإزالة في موقعها تزال النخلة ويتم التخلص منها في مكانها في نفس المزرعة لا تخرج ولا متر واحد خارج هذه المزرعة ثم استخدموا المصائد الفرمونية في صورة استخدام للتنبؤ واستخدام كثيف عندنا أيضا تجربة محلية اقتلعنا هذه الإصابة من منطقة المدينة المنورة في وطننا في العام 1994 وفقنا بإدارة جيدة من قبل مدير عام الزراعة في منطقة المدينة المنورة آنذاك المرحوم الأستاذ مصطفى بلول ودعما غير محدود من إمارة المنطقة في عهد المغفور له صاحب السمو الملكي الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز رحمه الله وتم دعمنا بكل الاحتياجات وتم التخلص من هذه الآفة واستمرت المنطقة نظيفة لعدة سنوات وللأسف نتيجة خروقات في الحجر الزراعي عادت الإصابة من جديد الطريقة التي اتبعناها إزالة النخيل المصاب والفحص للمنطقة بالكامل ثم وضعنا مصائد للتنبؤ والحمد لله لم تصطاد أي من السوس لزيادة هذا الموضوع توضيحا سوف نستعرض وإياكم بعض المشاهد المصورة فإلى اللوحة الأولى في هذا الجزء من الحلقة أعزائي المتابعين سوف نستعرض بعض المشاهد أو بعض الصور التي اقتبسناها من بعض الدراسات التي تمت على سوسة النخيل الحمراء وأيضا حشرات أخرى شبيهة تتبع نفس الجنس هي أيضا تصنف من السوس وكيف تناولها الباحثين أو المهتمين في مكافحتها في تلك البلدان الطريقة التي اتبعوها في مكافحة ودراسة تفاصيل هذه الآفة عندنا تجربة في الولايات المتحدة الأمريكية مثل ما ذكرنا في الجزء الأول من الحلقة عن تجربة ناجحة في استعصال سوسة النخيل الحمراء بعدما داهمت تم في عام 2010 تحديدا في ولاية كاليفورنيا وبصورة أدق في منطقات تسمى اللاجونة بيت داهمت هذه الحشرة نخيل الكنارز المنزرع بكثافة في تلك الولاية وأحدثت أضرار كبيرة جدا وفادحة على نخيل الكنارز وبعض النباتات النخيلية الأخرى ووضعت لها خطة عمل تم استعصالها في نهاية المطاف بصورة ناجحة لذلك نلاحظ هنا ذاكرين بأنه استعصال ناجح ما ذكروا أنهم وضعوها تحت السيطرة تم استعصالها تماما فلو أردنا أن نشوف ما هي الطرق التي اتبعوها حتى وصلوا إلى هذه النتيجة أول في البداية استخدموا المصائد في المونوترينج الاستكشاف لأنه أعداد الآفة أو الحشرة بكثافة قليلة جدا يصعب استكشافها بدون المصائد يعني الفحص المبكر استعانوا بالمصائد في البداية باستخدام طريقة المونوترينج الاستكشاف أو الفحص المبكر فريق العمل يتكون من عدة أشخاص هذا احنا كنا النادي دائما بأنه فريق العمل يجب أن يضم عدة تخصصات يعني في الأستاذ نايك هذا أنتومولوجست تخصصه في الحشرات عندنا دونالد هنا في الانفايرومنتال هورتيكالتشر اللي هو دراسة المحاصيل البستانية بيئة محاصيل البستانية أو نباتة أو البيئة البستانية إذا صح التعبير عندنا الدكتور مارك هذا تخصصه إرشاد زراعي كل يكمل الآخر فريق بحثي ناجح وموفق نتيجة له وتكامل الخبرات ما بين الباحثين والمتابعين عندنا في هذه اللوحة الأساليب اللي اتبعت في المكافحة ومحاصرة الآفة في البداية استخدموا الفحص المبكر مثل ما ذكرنا بالاستعانة بالمصائد الفرمونية ثم استخدام المبيدات الحشرية في صور التعفير وفي صورة رش وفي صورة حقن إلى جذوع النخل أيضا بالمبيدات الجهازية طبعا استخدموا في المرتبة الثانية الإزالة إزالة النخيل المصاب بشدة وأحيانا في بعض المناطق اللي ظهرت فيها مبكرة تم إزالة كل المصاب على اختلاف درجات الإصابة يعملوا لتشبينغ مثل ما نلاحظ ذاكرين يعني يجعلوا مثل شرائحة الشبس صغيرة جدا الجذوع المصابة ثم يعملوا له حرق وطمر حتى يتخلصوا منه في نفس الموقع ما ينقلوا إلى أماكن أخرى استخدموا الماسترابنغ ولكن بمحاذير وتحت خطط وبرامج محكمة وأيضا لفترات محددة ليست مفتوحة يعني ما لها سقف زمني لا وضعين لها خطة ورفعوها بعد ذلك يعني هذه أهم الطرق درسوا أيضا المكافحة الحيوية مثل ما موجود عندنا يعني نفس المستوى من النتائج عندهم مفترسات صغيرة مثل الأكروسات عندهم أيضا الفطر وأني ما توضع وهم بعد مستشهدين ببعض الدراسات التي تمت في الشرق الأوسط وجدوا أيضا ضمن دراستهم بعض المحاصيل أو النخيليات اللي لا تفضلها السوسة وقد تصل البعض يذكر بأنه محاصيل أو نخيل مقاوم للإصابة بسوسة النخيل الحمراء مثل الواشنطونيا في الدرجة الأولى ما نستطيع أن نقول مقاوم لكن لا تفضله سوسة النخيل الحمراء هذه دراسة أعدت في المكسيك على سوسة السيزال أو سوسة الصبار الأزرق التي تنتشر في المكسيك وتهاجم الصبار الأزرق وتتلفه بالكامل سواء الذي ينمو بصورة بعليه أو المنزرع في مشاريع مخططة اليرقات طبعا تتغذى على أنسجة النبات وتتلفه وتحدث له موت يعني الطور الضار هو الطور اليرقي وسلوكها في التغذية شبيه بسوسة النخيل الحمراء يحكم التواصل لأفراد هذه السوسة أو العشيرة من هذا السوس فرمون تجمعي يفرزه الذكر شبيه بما هو في سوسة النخيل الحمراء وتركيبته توميثايل فور أكتانون وقد وضع فيه مصائد فرمونية من أجل التقصي فقط وتمت عليه تجارب لمعرفة المسافة ما بين المصيدة والأخرى وكذلك الجهة التي يطلق منها الفرمون وتأثير الرياح إلى آخره يعني لو نشوف نتائج التجربة هذه الدراسة التي أعدت طبعا تم دراسة المسافات البينية ما بين المصيدة والأخرى وتوصلوا إلى أن المسافة البينية المثلة هي 120 متر بين المصيدة والأخرى حتى نعطي تركيز مناسب للسوس لكي يفهم الرسالة أيضا هذه التجربة وهذا المنحنة وهذه المنحنيات الثلاثة أو الأشكال توضح المسافة المثلة هي 120 متر ما بين المصيدة والأخرى أيضا تم دراسة الاتجاهات يعني توضع الحشرات في اتجاهات الأربعة الشمال والجنوب والغرب والشرق ومعرفة أي الجهات يتم استياد يعني توضع الحشرات في الشمال وتستقبل في المصائد شوفوا تأثير الجهة التي أطلقت منها الحشرات على نسبة الاستياد هذه الدراسات الحقلية هي الدراسات التي تفيد وتعطينا مدلولات ونحدد سلوك الحشرة يعني دراسات التي تمت للأسف عندنا كانت على ألوان لون إناء المصيدة والمادة المغلفة للمصيدة والمواد الجاذبة هم درسوا الأشياء العملية وتم التحكم في السوسة والاستفادة من المصائد الفرمونية المختلفة الموجودة في السوسة يعني كل هذه الأشكال تجذب السوسة يوجد فروقات فيما بينها يعني أيضا المادة الفرمونية الآن يذكروا العاملين في مكافحة السوسة بأنه يوجد الفرمون القديم من كوستريكا ويوجد فرمون من أسبانيا البعض يذكر بأنه الفرمون الأسباني أكثر جذب للسوسة لكن المشكلة في الاصطياد الكثيف لا تختلف باختلاف المصائد يعني هذه الآن المصيدة الأحدث موجودة هذه مصيدة موضوعة في التربة وهذه على حامل وهذه تختلف في الشكل لكن كلها مصائد فرمونية هذه المصيدة توضح كيس الفرمون والكرمون والمواد الغذائية موجودة في المصيدة إلى جانب الماء وأحيانا يضاف مبيد لقتل السوسة الذي يدخل هذه المصيدة لنا معها قصة يعني هذه المزرعة تخصنا وعلى مدى عشر سنوات لم تظهر إصابة وأحيانا تظهر إصابة ويتم علاجها في مراحل مبكرة يعني لا نعاني من سوسة النخيل الحمراء إلا أن المصيدة لما وضعت بدأت تجلب للأسف حشرات السوس ونحن نخشى أن تنتقل إلى المزرعة فيعني أنا لا أعلم ما هو الهدف من وضع المصائد أو بجوار مزارع أصلا لا تعاني من سوسة النخيل الحمراء هذه المسألة لابد يتم إعادة النظر فيها هذه اللوحة عرضناها للمرة الثانية لكن الهدف من عرضها في هذه الحلقة أن سوسة النخيل الحمراء الآن نستخدم الفرمون فيها بشكل واسع في برامج المكافعة لكن هذا الحفار وهذا الحفار حفار ساق النخيل وحفار العذوب يعني لا نحبد استخدام الفرمونات معها لأنه الآن تم تصنيحها في بعض الدول التي تعاني منها كآفات على النخيل ونخشى أن يتم تمريرها وتستخدم بصورة كثيفة نحن نحذر لأن هذا قد يجلب علينا وبالا وتخرج هاتين الحشرتين عن السيطرة ونصبح في مشكلة في نهاية هذه الحلقة نذكر بعض المرئيات لما طرحنا هذه الأفكار على العاملين في مكافحة سوسة النخيل الحمراء وجدنا عندهم رعب من رفع هذه المسائد نحن نطالب برفع المسائد من كل المنطقة فجأة لا نطالب برفعها من قطاع معين إيقاف الاستياد الكثيف في قطاع من القطاعات الزراعية وتحديد نسبة الإصابة وتطبيق البرامج المتكاملة على هذا القطاع ونشوف النتائج إذا كانت النتائج إيجابية وسوسة النخيل الحمراء أصبحت تحت السيطرة في هذا القطاع نعمم على بقية القطاعات وإن حدث العكس فلا يعني يتم مراجعة هذه المسألة لأنه لو حدث فعلا ولا يوجد تأثير إيجابي ومعنوي لهذا الاستياد الكثيف يفضل أن توظف الطاقات البشرية والمادية إلى أنشطة أخرى في برنامج المكافحة مثل الاكتشاف المبكر مثل الحجر الزراعي الإرشاد الزراعي أيضا ندعمه ندعم المنتج محصول التمور في قطاع ما دراسة النخيل المهمة الأسبابه يعني يستفاد من هذه الطاقات في جوانب أخرى من المكافحة وفي الختام إن ما ذكرناه يعني نريد أن نوه إنه ما ذكرناه يمثل ملاحظات حقلية وتجارب ومتابعات ميدانية يعني جديرة بالاهتمام يعني نأمل من زملائنا الذين يعملون في المكافحة أو في الأبحاث أن يدرسوا هذا الملاحظات والتحفظات اللي إحنا ذكرناها يعني بغرض الوصول إلى الجودة مستوى معين من الجودة في هذا النشاط والحفاظ على مقدرات هذا الوطن وبالذات ثروتنا من النخيل من الضياع بسبب هذه السوسة وإلى اللقاء في حلقات أخرى إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته وبركاته